ايوة يا سيادنا السلام عليكم معكم الرأوة مهدي في قصة جديدة هذه القصة هي لأخت فتيها التي نشكرها بثافة على التواصل مع القناة لأخت فتيها سأتحدث عن القصة بعد إلحاح طويل بثافة كما تتعرفون لأنني لم أتحدث عن قصص هذه النساء فأنت لها أنني أتحدث عن قصص القصص لكن أنا سأتحدث عن قناة لي لأن الناس تطلبون مني وليس لدي شيء مشكلة لا نقوم بإمكانكم بإمكانكم رجال 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 نرى ما هي العيالات لا يوجد العيالات فيهم الخيبات ورجالتها ليس فيهم الخيبين وعندما تعاطفت كثيرا مع هذه الأخت التي لم تريد أن تتكلمها وفيها وفيها ونرى الأراء والتعليقات ونرى تنبهكم وبغى تنبهكم هذه الأخت يرى أنك تستطيع القصة وما فيها قصة هذه التي تفتحها ولكن بعدها الله يجلزكم بخير دعي معك واحد لايك سواء كنتي في اليوتيوب سواء كنتي في فيسبوك إذا كنتي في فيسبوك تأكد أنك دير سويفر وأنك دير لايك للصفحة ولايك لهذه القصة هذه وبغيت الناس دي الفيسبوك يوصلوا لهذه القصة هذه الأقصى درجة على الأقل واحد العصر الله في لايك راكم بزاف وكتفعلوا مع الصفحة الناس دي اليوتيوب لايهديكم عليها بغيت تدير لايك مرحبا ما بغيتش لك الفضل يا أخي ولا أختي هذه القصة دي الفتيحة سنسمعون لها بعد ما تشوفوا هذا الإشار إن شاء الله اللي عنده واحد من هذه المشاكل اللي كعاني منها ما عليه إلا يتواصل معنا في الرقم دي الواتساب بزاف دي الناس تواصلوا معنا اللي راك يخليوا تعليقات ديالهم ولقاوا الحل ديالهم كنت واحد منهم ولكن انت وحدة منهم مرحبا بيكم القصص ديال النساء ما غنهدرش كأنني أنا هي هي السيدة واركين غنحاول نخليكم تخلوف الأجواء ديال الأحداث ديال القصة الأخت فاتحة واحد الإنسانة هادية بحل اللي بنات مهلية فرصها عاطية العين ما كانتش كتدير العلاقات أبدا وداخل سقراسها ومتديها في قرائتها فاش وصلت للباك؟ خرجت من القرائية ديالها وقلست في الدار وقد دير غير واحد دارت واحد ديبلوم غير في ذاك المراكز ديال الحرفة ودرت واحد ديبلوم دخياطها ودرت شي ديبلوم مدخلين كتلهي بهم الوقت قالت مع راسها انا بقى في دارين تلقاشي ولد الناس انا ما قادة على خدمة ما قادة على صدع الراس بغي تلقاشي ولد الناس اللي غادي نطلع فيه ونطلع في ولداتي ونطلع في الدار ديالي ونعيش بيخير عليها شوفوا شنو غادي وقع لها مسكينة غادي تقدم لها واحد ولد الجيلان هو اللي غادي تقدم لها وغادي يقول لها راكت عجبيني وبغيتك وحاولت حامل مرة انه يتربس بها وما بغيتش لي قلت لي لديك معقول اجل الدار اما الدوران في الزنقاء را ما انديش معه فعلان دكش اللي دار هو عنده واحد المشكلة وهي كانت عارفة بحكم انه ولد الدرب والدحو ما عارفة القصة دياله امو في البلاد مطلقه مع اباه وهو عيش مع اباه وكينا مرتبه عيش مع اتماع ايه اذي كسيدي قل لي يا صافي انا را بغيتك المعقول وابغيتك الحلال ودكش غير واصبر اليها را ما انديش فين كادا قلت لي ماش مشكلة انا نصبر معك وما كان نبدأه من الوال ما كانش مشكلة للناس غير هو لا بغيت المعقول اجي ادر امعه دارنا ما تدرش معي قلت لي شو فهمت الناس اشبال لك نزوجه ومشوره الوالده اللي هي كانت غير في البلاد والدار كبيرة وراد الدار خاوية لتحتهم فرشان كانوا فيها تماما قلت لي انا ما عندي شي مشكلة للناس نمشي معك في مكان غير يكون فيك المعقول فتيحة في واحدة الوضعية اللي كانت محتاجة انها تدير اسره تشوف راساغة وكتكبر وتعلقات بذلك الحلم وبغى تحققوه وهي تعرف بذلك الوالد ما امراه شفت ليش حاجة خائبة الحاجة اللي قالت هذا السيدة ممكن نعيش معها بخير وخما بيناتهم لحب لا تشي حاجة جالسيد البطار عندهم تزوج بها قالوا انا ما عنديش باش ندير العرس وما عنديش باش ندير شي هذا اللي عندي هو انني غنعيش البنت بخير قبل دارهم داروا واحد الحفيلة صغيرة عيطوا غير الناس القراب قدروا مبعضياتهم شد المرأة روحها ودعها البلاد عندهم بعيدة البلاد عندهم يوجد تجوش بالبنت ادعها باتوا هذه الليلة لقد ادعها سوف اروحها ومشي في حالة ثلاثة المرأة يرى انك سيدي من اللي يمشى وفيهلها لقيت عندهم امو فوالة ساكلة تحته ودار خاوية ومفرشة ودار الفوق وحالة قلتي الدار دائري اللي هي تبقى فوق تبقى وكاد تقدر تطلع من تحت الفوق كانت الدروج اللي يتطلعوا كل الفوق ساكل البنت بدأ معها امه وهو خدام في التجارة ودك شي قدر يخدم امه يقدم في اي بلاصة امه اللي فيها ترونكي يرى انك سيدي دازت تقريبا دازت واحد واحد الخمستاش تال عشرين يوم تقريبا بحالك بدأ السيد كي تلون عن البنت بدأت يقول لها بلاتي هانتي غابتي شغال ديري صبر عليا بدأت يختار قليها الاعضار تتقول لي مش كتناس حدايا تطلعين اسم امه الفوق في الدار ماتي تدياش فيها تطلب ليشي حاجة تقولها واختال من بعد ما بقاش يقرس عندها في الدار امه غير قاس وشات تليفونتها بعد المرة تيضر مع البناز قدامها ايه طلع عليها الدم قلت ليش هات تصرفتك تدير معي اصلا انت طلعت لي فراسي ومعرفت كيف اجدرت جوش بك قلت ليشي دي ردني لدارنا صافي ردني لدارنا انت كتتفلى عليها انت خرشي لي ورديتيني مرأة وبغيت تتفلى عليها دابا شاد البسالة هذه ردنا اخويا لدارنا صافي ردني لدارنا هزها مكانش من العاكزين ردها لدارنا اباها ما عجبوش الحال ابا تفعتها ما عجبوش الحال قال لي شاد القلة الاداب شاد البسالة شاد برعيش البنتي الله اديتها رديتها فين كاي اللعب في كاي المشكل والو قالوا بنتكم معدي من دير بيها ما بقيتش بغياد بنتكم يرى انك سيدي البنت اصلا اباها يعني ميسور الحال اه ماشيشي بنت لي مكابرش في الخير اه هي قابلع لي بغت غير تجوج ما فهمتش انا لشاد السيد تصرف ما بها الطريقة هاتي ارد البنت لدارهم مشا طلقها طلقها وعطاها هذا الشي ديالها وعطاها المصارف ديالها وصافي بحلها قلت اذاك السيد كان تخي اعشقها ومالقا منيني دوزليها وقال غادي انتجوج بانجيب انتقصر بيها شوية بحلها هي شي لعبه وشي مونيكا ويردها في حالة عند ضرب باشي ضرب عشر ديالدين وقال لي صافي انا انا تكلف لك بكل شي وما بغينا نازل لي على الزمر كله ما تتبعيش اذاك اللي جات منه مصيبك حلا صافي تفارقت معها ابقعت مسكينة فاتحها في الدار وذيك القنطة ديال الدار وذيك الصدمة ديال انا واحد لعبيها بهذه الطريقة بقعت فيها هذيك الصدمة بزاف فرغتها في القرايا بقعتك تقرأ وكتفرج في يوتيوب وكتفرج في فيديوهات وتحاول تقف راسها وكتفكر تخدام وكتفكر تدير بزاف ديال الامر دازت تقريبا سنتين على هذي الواقعات حتى الواحد النار غاد يهدر معا واحد خينا في فيسبوك ودخينا هذا هدر معا فيسبوك السلام بخير ما جاوباتوش بقعت يصوني إليها تصوني إليها تصوني إليها تصوني إليها فليزابي ديال فيسبوك حيث كانوا بجوج داخلي الواحد الجروب ديال التقع فاو دكشين وقال ليها رابطنا نهدر معاك في هذا موضوع بخصوص ذاك البوست اللي حتيتي بقعت كتاغذر إليها اليوم على الغدال اليوم على الغدال يوم يضروف هذا المجال اليوم يضروف هذا المجال فاتحة رتحت لها تسيد في واحد الحاجة اللي ملقعتش في هذا الميكروب اللي كان مها في الأول رتحت لها تسيد هذا بدت تدخل معا في الحضرات شوية ولو كي تبادلوا النوامر شوية شافتو شافها عجباتو وعجبها عجبها إليها بزاف سيد متقاف ووعي وقاري ومعا مروز عما تجاوز الحدود ومعا مروز فات الحد حت فاتحة وخاكة كانت تحشو ميارة تاييب ندمتها يعني ذا إحساس غير طبيعة الأنت أنها ترتاح وتحس بالأمان مع ذاك الشخص را روح ديالة تحيدها وتعطيها غير يكون راجل وتال راجل إلا كان هو أصلا راجل داخل راجل داخل في عقليته وفي تصرفاته والقال اللي ستعطيه قاعدك شي اللي يبغى وتخليه تحس بالرجولة دياله وهي تحس بالأموتة دياله ستبادلوا الرواح مع بعضياتهم هؤلاء كنا نظروا على الناس اللي عندهم ضامير ما هي البراش يرى أن كسيدي فاتحة تعلقات بالشخصة بطريقة غير مباشرة الظبلة اللي دارت فاتحة هي أنها قلت له شو بقول الناس راهاش وقع ليا شو قع ليا شو قع ليا دابكين شي رجال كي يسمع المرة متلقى صافيت يقول هذه الهوتة وإلا فالا ما تشداش بواحد المنظور هو عنده الحق قبل بها ولم يقبل بها ولكن هذا خينا هذا صدق أشر من ذلك اللي تزوج بها عندما تستطيع معها لا يوجد مشكلة وليس أنت الأولى وليس أنت الأخرى وعادي تكونوا ما تفهمتوش وهي شرحات ليا بطيطة ما نوقع لها ما نقوم بها ما نقوم بها ما نقوم بها ما نقوم بها وهو تأخذها هذا الموضوع صافي ما عودش بدل هذا الموضوع وخلا بقاة تستطيع مع أمور لكن تلقوا بقاة تستطيع معها 6 شهور ومعارضة ومعارضة تستطيع معها قليلا قليلا تتخبر عليها يومين 30 يمكن أن تتحرك بها وكان بعيد عليها في المدينة بعيد عليها في المدينة ويقول لها أريد أصبحت لها أسمحيي لي وقد كنت تتحرك برزوتها وليس طبعا نقوله مثلا اسم محمد وقال لي لا يسمى محمد يقول لها والدعيانة وقالة وقالة وخرجوا إلى تحاليل وصور إلى تحاليل وكثفتهم لها راح مسكينا مريضة عفتي راح سخسخاتني وتعييت بزاف وتلفلوس ما بقى واش عندي والصالر دي لي كله حطيته فيها وده بخصين دي الله وحط تحليله ب 3500 درهم ورا راح صدارني وكات نوض مسكينا فتحه وكات صفت له هاك وهي كتتاخد غير من عند ابوها ولا عمل عند ابوها ولا شي حاجة كتقول لهم بيت نشري شي كتاب ولا بيت نمشي نتسجل هنا ولا نقرعنا ولا ندير هنا وكتصفت له مرة تصفت له 1000 درهم مرة تصفت له 2000 درهم 500 درهم اللي كان عندك تصفت له هامسكين كتقول لي هاك والناس سير الله يسير عليك اسمه حمد الدرس انه واحد من نهار هزات الترانسبورت مشات في الترانسبورت تل عنده تل مدينة فين كين قتلي راح بغيت نوكف معاك بنشوك فدل محنا تعلقات بي بزاف بغات وفتيحها من قلبها بغاتو هي هادي كاسيدي فش هي جات لعنده فعلا ماماها مريضة ومريضة كتبان فيها مريضة ولكن ما بغتش تبحثت ما بغتش تحرجه ولا تقولين فين شدرتو لها ولا تحالي ولا كادا سلمت على ماما وقال لها قدامه قدامها وهي كتسمها قال لها دي رايز زوجة المستقبلية دي علي ورغي قتلى ماما كمريض شدت مسكين الترانسبورت وجات لعندي بش تشوفاك ودك شي سلمت عليها الله يردعي لك ابنتي الله يكادا الله يكادا يارا انكاسيدي السيد مني شاف السيدة شدت القار ومشيت لعنده وشافته قال لها دي سافرات قدرت تخرج وقت ما بعد مزيانة شنو غادي يدير لها أخوتي واحد النار قال لها فاتي حقسك جي عندي وانا ما قدرش نجيب حكم العمال وكادا قلت لي ماشي مشكين زي عندك غير وراء الأشياء غرجى في حالتي انا غنشط الكار بالليل بس صبح نصبح عندك ندوز معك النهار ورجع في حالتي قال لها صافي مكين تشي مشكين مشات لعنده بقى تحضر معها تقريبا شي ثلاثة ديال السواء ووكي تحضر معها من اللي تلاقعوه تحاول قناع فيها باش تمشي معها الواحد الدار ديال صاحبه تحاول قناع فيها وانا وكنتها وانا ويكره واحد وقاعدة بدا تعمر لها فراسة تعمر لها فاتيحا استسلمات لذيك الرغبة ديالها وقالت ليه واخ ومشات معها طلب من هاتي حويج اللي في الزواج وبالعقد وحلال طيبا ما كيتطلبوش وبقات يضغط عليها تدارتهم ودارتهم حيث ما تعلقت بي وبغاتو وطاقت فيه يرى انك سيدي فاتيحا قدير شهاد شي صبلا كبار من هاتي كبار منها بزاف بقات معها السيد هذا عجب على الحال رجعت في حالة الدار املا ان ذاك السيد غادي يعجبو ذاك شي اللي دار معها وغادي قرر انه يتزوج بها بحال لقات ليها بطاقة تعريف ديالي في الفراش ها هي وهو قليها البطاقة تعريف ديالي في الفراش الاخك وما داروشي حاجة تفجي وجمك الدارش يرى انك سيدي سيد غير جاعة فاتيحا للدار ويتش قلب عليها ما بقى يهضر معها ما بقى يديها فيها لدرجة انه بلوكها من الواتساب ومن الفيسبوك ومن الميسانجر شحالك فاتيحا شحالك اختي شحالك قبل ما توصل لذاك المرحلة كان بزاف ديال الخطوات كيد دارو اختي بزاف ديال الخطوات وبلايلي كانت الخطواتها ماذا الدراسك عندك شد دراسك عندك سيد ما تقي له ما حسيتش بالامل معه لايش غادل عنده لايش غادل عنده ما تقيش فيها يا عباد الله ما حسيتش بالامل لايش غادل عنده بقى تحاول التواصل معه كتشد الكار على سعداء وعداء وتمشي عنده هذه مرة تتسلمها في الخدمة هذه مرة تتسلمها هنا عقلها بغير يخرج من البلاص والديها تشعر بالبنت هذه المسادة لها تشعر بشيء ما هي و لا يوجد بالهم بالتشعر تشعر على هذا الذي تلقى في الأول و لا ترى أن تضربها واحد ضربة التي تجدها في خاطرها قالت أنها لم تجد لي فلوسي لا ترجل معي هذا ما يريد و أنا استسلمته و أعطيته خاطري و أعطيته قلبي و عقلي و الأمان لي و هذا ما زال يومي و قالت أنه تلقق بك و أرى أنت و أرى أنت تتعبعه لأيضا تتضربة لأيضا وأنا لا أريد أن تتضربة لأيضا و أرى أن أعقدني هذا المشكل في حياتي و أرى أن أرى أن تتبع حيث معه طبيب satu لأنها تتخلص من هذه المشكلة و أرى أن ترى أن تريد أن تتبع هذا السيد بالرغم أنه في هذه العيبة و بلوكة من كل شيء و تقول لأيضا أن تتجوز بك لك أن تتجوز بك سوف تتواجب بشي واحدة بنت دارم و لم تتواجب مع الرجال البيوت أخي بشيء هو انه يريد ان يجب فيها جمل لذلك أقول لكم انه يجب فيها جمل فهو انه يجب فيها جمل فالأخر يقول له ان اخذها من دارم وفي الكتابة سوف تأخذها من دارم لماذا نخرج هذا من دارم على الميكروب؟ لماذا؟ لماذا نخرج هذا من دارم؟ سوف يتم تحديث هذا الأمر و اعطر اخي و اكون عند الكلمة و اعطيتك روحة و اعطيتك الجسد و كون راجل اخي كل راجل اجيب البنت و اعطيتك عشقها و بغيتها و قفتها معك سوف تأخذك الفلوس و كل شيء رأي الله اخوتي اخرجوا في ذلك الشيء بالليلية الدنيا هي دوارة و كيف يحكم اي واحد غلط في شيء واحد و لم اعتدر و لم اطلب سماحه و لم اصلح للغلط دياله والأخوتي سوف تدوز من نفس الشيء وهذا ما تقول لها انت سوف تأخذها من دارهم وهذا سوف تخرجك من دارك ان شاء الله لكل راجل تكرفس على شيء بنت و يضحك على شيء بنت رأي الله اخوتي ادخل شفك هذه قصة تفاتيها و نتمنى منكم العيلات كاملين تسمعوا تعطيه شيء نصيحة رأي مسكين الربيل اللي علم بها خمسة واربعين دقيقة و هناك نهضر معها ابل شيء ما عمرني درتها ما عمرني استقبلت شيء قصة ابل إلا هذا قدري مصطفى مسكين واحد السيد كانت تعانى من سحر الشعودة و الروينة هذا شيء ثلث يام و هناك نتعيط نوياه و هذا البنت هاتي هاد البنت كنقولها اكتبي كتقولي يالله والو نعيط لك ماتي والو نعيط لك رماغان قدرش نكتب رأي كل كنت رادراني من عصبة خليني نفرغ عليك شيء ما كنقدرش نديرها و جاوبتها مسكين ربيل لي علم بها و واحد الحالة ربيل لي علم بها عفاكم لما نصحوها و رأي غا تقرأ التعليق ديلكم كاملين و شكرا لكم بزاف على استماحة ترجمة نانسي قنقر